أشهد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية السولفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات متميزة وذلك في ضوء نتائج الزيارات المتبذلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال اتصال هاتفي مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سولفينيا تانيا فايوان استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير ونعكاساته الخطيرة على المنطقة وأكد على الأهمية التي توليها مصر للتنصيق مع سولفينيا في إطار عضوياتها بمجلس الأمن فضلا عن تثمين الموقف السولفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية محل اهتمام المشترك في مقدمتها التطورات الخاصة بالوضع المتأزم في لبنان وفي غزة